مساء خير أعزائنا المشاهدين ومتابعي برنامجنا العربي بيت للكل وتحية لكل زملاء اللي يشاركوني في هذه الحلقة الاستثنائية حقيقة اليوم محور حلقتنا محور يهم الشارع العراقي بالإضافة إلى البلدان العربية الطالب بعد تخرجه من مرحلة الثانوية والإعدادية مثل ما نسميها بالعراق كثير من التفصيلات المهمة والعقبات اللي يتواجهها بحياته ويظل يتساءل آلاف من الخريجين لكن البطالة اللي موجودة بمؤسسات الدولة اللي ما تقدر تستوعب عدد الخريجين من الكليات العراقية والتخصصات اللي متمسكين بيها إحنا كعراقيين وبلدنا دائما نبحث عن الهندسة وعن الطيب وعن الجامعات اللي أقدر أحصل من خلالها على تعيين مركزي وباقي التخصصات اللي ممكن محتاجها سوق العمل العراقي حقيقا شاهد هناك قلة المقبلين عليها في جامعاتنا العراقية وحتى في الكليات الأهلية اليوم اللي ساعدت وزادت بازدياد وتضخم عدد الخريجين من كلياتنا العراقية نعم أحمد طبعا بعض الطالبة وأولياء الأمور بتخيلوا للأسف أنه اختيار المجال الدراسي الجامعية مثل المعهد أو الكلية هو أمر هين بيعتمد على الدرجات أو المعدل اللي بيحصل عليه طالب في الثانوية العامة أو من خلال التقدير اللي بيحصل عليه من خلال الدراسة الجامعية لكن الموضوع بكل تأكيد هو أعمق وأعقد من هيك بكتير تخيل توفيين الرأي شافكي ولا لا؟ لذلك بالفعل اليوم نحن قررنا في بيت للكل أن يكون هناك حلقة خاصة عن المستقبل عن سوق العمل عن الكرير أو مستقبل ولادنا خصوصا أن إحنا جميعا في الوطن العربي انتهينا من امتحانات السنوية العامة وظهرت النتيجة والطلبة والطالبات الآن يفكرون في الكليات ما هو التخصص ما هو المجال ما هو المستقبل في المنطقة العربية أو في العالم تغير سوق العمل تماما وحنلاقي أن في كل بلد أكيد مفروض أن إحنا ندرس سوق العمل بتاعنا ما بقاش هو المعتاد أنه لازم أنا مدام المجموع بتاعي أو الدرجات بتاعتي عالية فأنا أتجه مثلا إلى كلية زي الطب أو الهندسة طبعا كليات عظيمة ولكن أنا أقصد بأن سوق العمل الآن في المنطقة العربية وفي العالم يحتاج إلى تخصصات مختلفة التعليم المهني مثلا الآن بحاجة إلى تخصصات وأن يعود بقوة لأنه هناك في طلب كبير عليه في سوق العمل ولهذا السبب نحن اليوم في حلقة بيت للكل وتحديدا من القاهرة سوف نتجه إلى جامعة الجلالة هذه الجامعة الجديدة والحديثة واللي بتقدمها مصر من خلال منظومة التعليم العالي والتطوير الموجود في الجامعات المصرية الجديدة وسنلتقي اليوم في فقرتنا في بيت للكل من القاهرة مع دكتور محمد الشناوي القائم برئاسة جامعة الجلالة وهو أيضا مستشار وزير التعليم العالي للاتفاقات الدولية والعلاقات وحيكون فيه هناك فرصة أن نتحدث معه وتشاهدون معنا صور من جامعة الجلالة ونعرف ما هي التخصصات وما هو واقع الفعلي الخاص بجامعة الجلالة في مصر نعم صحيح فاختيار المهنة هو أمر قد يستمر معك طيلة حياتك وإذا لم يحسن الطالب أو طالبة هذا الاختيار قد يستمروا في مهنة قد تكون ليست شغفا لهم أو ليست من ضمن إمكانياتهم لهذا هي محطة مفصلية في حياة كل طالب وطالبة اختيار التخصص وأيضا اختيار المهنة الصحيحة حتى يتمكن هذا الشخص من الإبداع من النجاح من تحقيق إنجاز على أرض الواقع كونوا معنا في هذه التغطية وفي هذا اللقاء من ديوان الخدمة المدنية الحديث أكثر حول هذه التفاصيل يسعدنا أن يكون معنا في بيت للكل رئيس ديوان الخدمة المدنية عطوفة سامح الناصر أهلا بك في برنامج بيت للكل أهلا بك أهلا بك أهلا بك عطوفتك النظر التقليدية لبعض المهن هل اختلفت في الواقع الحالي ولماذا أيضا اختلفت بسم الله الرحمن الرحيم أنا في غاية السعادة في التوارث بهذا البرنامج الحواري المهم حقيقة واللي باقي السحالة التكاملية بين الدول العربية اللي احنا كلنا منسحالها حقيقة الهدف الرئيسي حقيقة إنه احنا نستجيب كأجهزة إدارة عامة كأجهزة غمدنية للمسردات والمتغيرات وما تمليها عمليات التطور التقني والتحول الرقمي من حولنا واللي احنا بضرورة نتأثر به كجزء من هذا العالم احنا شفنا النتائج الكبيرة اللي املتها حقيقة التطورات التقنية وتكتونجية واللي انعكست اهميتها في التعامل مع جائحة كورونا العديد من المؤسسات الحكومية انتقلت بالكامل نحو أتمتت وتحول خدماتها الالكترونيا وديوان كاملا لدواء الرائدة حقا في الأردن وحتى احنا في المنطقة عدينا مجموعة من الأدلة اللي ساعدت حقا في التعامل مع الجائحة وكافية العودة الى العمل والعمل عن بعد وكل ما يتعلق بهذا الجانب هناك اخي ابراهيم بالضرورة في مهن واعمال زي ما اشرت في بداية ستندثر وهناك مهن واعمال تستحدث وهذا شيء طبيعي الان المطلوب مننا احنا كدول عربية ان نتعامل بشكل استباقي مع هذه الاحتياجات نهيئ معاهدنا نهيئ جامعاتنا بحيث تقوم باعداد الموارد البشرية القوى العاملة بشكل يخدم غايات القطاع الخاص بشكل اساسي ويستجيب لهذه التحولات المتلاحقة والمتسارعة واحنا اقدنا مؤتمر صحفي في ستة ثمانية قبل اعلان نتائج توجيهي بفترة مناسبة نطلع فيها ابنائنا وذويهم على واقع هذه التغييرات وضرورة ان لا نعتمد على الاسلوب التقليدي المرتبط بالثقافة المجتمعية بحيث انه ما اظن انا استمر بنفس النهج والله لانه من عمي دراس التخصص معين او لانه كده او لانه فلان صار مثلا ردو الاعمال ناجح وكده ارجع بشوف شو درس هذا الموضوع ما عاد يكون بقبول يجب انه احنا نتروى نشوف باقع سوق العمل نشوف ما هي الاحتياجات اللي بدوينها سوق العمل احنا منعتقد انه وانه هذا بيانتو في المؤتمر الصحفي يجب ان نقبل على مهن المستقبل هذه المهن اللي هي بالضرورة زي ما حكينا تطور الامي والتقديموجي هو اللي بمليها وبفرضها مية ثمية حتى بعضا المهن التقليدية مثلا نخذ عمال الميكانيك على سبيل المثال ما عادت بالشكل التقليدي اللي احنا ما نشوفه بالسابق اصبح الان كله بتعامل مع الاجهزة مع الكمبيوترات بل الضبط مع الكمبيوتر وبالتالي وهناك ايضا في عنا عمليات جراحية كبرى تدار عبر المحيطات من خلال الدكاء الاصطناعي وعمل الرموتات احنا الان عندنا متاجر افتراضية عندنا عمل افتراضية عالم افتراضي وبالتالي هاي المهن والتخصصات المرتبطة في التطور التقنية والتكنولوجيا والتحول الرقمي هي الالها المستقبل هلا في عنا احنا عرضنا في المؤتمر الصحفي لواقع التخصصات بشكل عام بالضرورة يجب ان يتم تحجيم القبول واخذ مجلس تعليم العالي قرارات مهمة احنا بالاردن يمكن منحاول نركز على عمل التشارك بين الجمائر الحكمية وهذا العكس في دراسة احنا منعملها بشكل سنوي لكن نسعى الى نقل مقرجاتها على موقع القبول الموحد اللي من خلاله الطلاب يقوموا بالتسجيل في التخصصات اللي رح تتحقوا فيها هل يوجد هناك احصاءات تثبت ما هي المهن الجديدة وما مدى اقبال الشباب والشبات عليها من خلال ديوان الخدمة المدنية نعم هو بد يكون واضح شأننا شأن معظم دول العالم 70% أو 80% من القوى العامل يجب ان تتحول نحو التعليم التقني والفني وحتى في بعض الدول العربية الشقيقة يعني ماشي في هذا الجانب بشكل قوي وبنعكس على حزم البطالة اللي عندهم للأمانة احنا في الأودن لا نزال من الروح بالنسبة العظمى على التخصصات الأكاديمية في العلوم الإنسانية وخصصها التعلمية والتربوية فاحنا بينا في المؤتمر الصحفي انه في مجموعة حوالي 39 تخصص هذه يعني راكلة تماما وفيها هنا أعداد كبيرة منها وبالتالي مجلس تعليم العالي مشكورا الشهر الماضي أخذ قرارات بتحجيم القبول فيها بواقع 50% هذا التراغم ما بين مؤسسات الدولة حقيقة الهدف الرئيسي انه احنا في حكومة نوفر للمواطنين المعلومة الدقيقة احنا مش بس نوفر لهم حالة التخصص من حيث انه مكونوا يعني مطلوب أو غير مطلوب كما ظهر يعني الاخوان سيضحو على الشاشة لكن كمان منبينهم أعداد الطلبة المتحقين على مقاعدة الدراسة احنا سنويا بتخرج لنا حوالي 70 ألف ما بين دبلوم شامل وبكالوريوس القطاع الحكومي لا يوظف سواء 10-12% منهم اذا الرسالة الاساسية انه انا يجب لمؤسسات تعليم عالية انه انا استكشف حاجة القطاع الخاص وخطوطها للقطاع الصناعي والانتاجي هذا بتطلب من كوادر البحث في الجامعات انها تعمل دورها الاساسي والحقيقي بداية بداية بتتحدد ما هي الاحتياجات اللي محتاجها للقطاع الخاص من خلال استشعاره ومن خلال دراسات ميدانية واعكس هذه الاحتياجات على مصاقات التعليمية والتدريبية بحيث ان انا اعد الكوادر البشرية اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات بمعنى اخر هي بدأت تكون الكوادر اللي تم تهيئتها سواء الاحتياجات سوق العمل المحلي وحتى الاقليمي تكون جاهزة للانخراط بشكل سريع حسب احتياج القطاع الخاص وهذا ما يقوم فيه الجامعات والمعاهد في الغرب احدا للأسف يعني لسه النظرة عندنا ما وصلت في عمليات التنبؤ الى المدن اللي احنا بدنا اياه بحيث انه انوجه الشباب نحو زي ما حكينا المهن المرتبطة في تطور التقنية والتكنولوجيا مهن المستقبل في انه حالي مثلا احنا بنعرف انه كمان فيه الآن تركيز على موضوع الطاقة والطاقة البديلة والطاقة المرزددة هناك العديد من التخصصات التي اصبحت متاحة والتي اصبحت مطلوبة هل هناك ثقافة عيب في الاردن؟ يعني ايضا هناك بعض التوجهات احيادا من قبل الشباب والشبات في اختيار التخصص نتيجة الثقافة نتيجة ضغط من الاهل او حتى لمجرد انه هذا الشخص او هذا الطالب يريد ان يأخذ المكالوريس فقط يعني اتكلم بكل صراحة ووضوح احنا يعني في الدول الغربية يتم اعطاء قيمة لهذا العمل من مرحلة الروضة حتى وبتلاقي الطفل بيدخلوه في النحضانة بصير يتعامل مع الأدوات والمعدات وبالتالي بتلاقي الشاب أو الشابة بتعامل مع العمل المهني من مراحل مبكرة واذا يعني احنا كلنا بنعرف حتى في الدول الغربية بتلاقي سواء كان رئيس جامعة ولا كان نائب ولا كان رجل اعمال ولا كان وزير يشتغل بيده في البيت ما بجيب وحده لانه كلفة العمالة هاي مكلفة جدا احنا للأسف لما منيجي على المرحلة اللي بيتحول فيها الطالب نحو التعليم المهني للأسف ما منيجي من ودي المعدلاتهم مش عالية ما منعطيه هوش القيمة الحقيقية بالعكس انا لدي اودي عليه احدى العلامات لازم انا احفزهم لازم انا ارجي القيمة لهذا العمل احنا القيمة المجتمعية للعمل المهني في الاردن بتكلم بشكل خاص ما وصلت للمرحلة اللي فعلا باستحقوا هذا العمل اللي هو عمل مقدر وعمل مهم وعمل مجدي احنا نقوم بمتابعة ورصد ما يتم الاخبال عليه من قبل شبابنا طبعا كان في دور قويس على ضوء التقديل اللي وفرناها لمدسة قريب العالي باستحداث عدد كبير من التخاصات الحديثة مثلا اعطيك مثال مثلا خذ تخصص الابن السيبراني احنا بالمعلومات اللي قمنا بجمع حب التنصيق مع هيئة اعتماد مؤسسة التعليم العالي ووزارة التعليم العالي ما بدنا كمان عملية تكون من فلتة بدنا يكون فيها ضبط بحيث ان ما تصير هاي التخصصات كمان مشبعة لذلك عمليات الرصد اللي انا حكيت فيها في البداية من خلال اقسام متخصصة في الجامعات والمعاهد تقوم برصد حركة التخصصات والطلب عليها والقبول عليها بحيث اذا بصلنا احنا لمرحلة يعني الامن السيبراني من التخصصات المطلوبة تعتبر وبالتالي اذا بصلنا لمرحلة كافية من حاشة السوق المحلي والاسواق المحيطة فينا يتم الان تحجيم القبول فيها وهذه بالعمليات متابعة يجب ان تكون فيها الجامعات نعم جاشينا نقطة مهمة كمان انه واحدا مشعر ان الطالب في مرحلة التعليم العام في المدرسة وايضا في الجامعة بتخرج لا يمتلك المهارات الحياتية الاساسية ولا الكفايات الاساسية اللي هي بتمكنه من انه يقدر يعبر عن نفسه يقدر ينخرف السوق العمل يكون عنده مهارات وقدرات اساسية سواء كانت مهارات لغوية سواء مهارات استخدام الحاسوب وغيره هذه الكفايات احنا منعرف الدول الغربية الان ما عادوا رقصوا على الجانب التخصصي او المعرفي بقدر ما يرقصوا على الكفايات وعالقدرات هذا انا بنتقادي هذه المساقات المهارات الحياتية والكفايات المختلفة وخصوصا ما يتعلق برياة الأعمال ريات الأعمال يجب ان يكون مساق اجباري في الجامعات بحيث ان اذا اخفقت مثلا باختيار التخصص واختر تخصص غير مطلوب بقدر من خلال ريات الأعمال افتح مشروعي الصغير سواء كان انتاجي او سواء كان خدمي واقدر اعين نفسي اشغل نفسي واشغل الآخرين صحيح هو عطوفتك تفكير الشباب اليوم في استقلاليتهم في فتح مشاريع ريادية خاصة بهم ولكن في بعض الحيان يكون هناك خوف نتيجة ان هذا الموضوع ممكن ان يكون خطر او ليست وظيفة ثابتة هل برأيك يجب ان يكون او هل تشجع على ان يكون للشاب وظيفة ثابتة حكومية وايضا بالمقابل هناك عمل حر ومشاريع خاصة سيدي هو بكل دول العالم من الشيء الثابت دول عربية او دول اجنبية انه القطاع العام هو المفروض يكون المشغل يعني الاقل في السوق العمل وهذا حقيقة يعني هو يشغل بين 10 او 12 مئة من اجماد قوة العمل المشغل الحقيقي هو القطاع الخاص بداية وفرص التطور والتقدم في القطاع الخاص كثير اسرع من القطاع العام اذا ما كان الشاب او الشابة يمتلك المهارات يمتلك الكفايات اللي فعلا بيحتاجها القطاع الخاص التقدم في الجهاز الحكومي موجود لكنه مش بسرعة اللي ممكن انا اكون في القطاع الخاص بنفس الوقت المشاريع الرياضية قضية مهمة في دول العالم بين 25-30% من قوة العمل هي من خلال المشاريع الصغيرة او متلاهية الصغر وجلالة الملكي يولي اهمية لهذه المشاريع وتم تغفير دعم كبير من خلال مشروع البرنامج التشغيل ذاتي انهض تم تقصص حوالي 100 مليون دينار لهذه المشاريع وبنفس الوقت ثم ولي العهد ودورة الرئيزة العديد من النماذج الناجحة اذكر مثلا الشاب اللي في مزاعة الاسماك هو بلش لحاله الآن بشغل خمسة معه هذه المشاريع هي بشغل 25% من قوة العمل بتيح فرص عمل ايضا لاشخاص بانتظار ايضا يضيف لكن الفكرة الريادة الريادة الاعمال احنا مش كتير انا في الاردن الشباب عنا يعني هذا الموضوع للسعب احنا منحاول في الديوان كمان نطور في هذا الموضوع الان انجزنا تقريبا المراحل الاقيلة من الرخصة الوطنية الريادة الاعمال بحيث الشباب اللي اختاروا تخصصات راكدة ممكن من خلال اخضاعهم في حضنات اعمال و30 اخضاعهم لمجموعة من تدريب من اخضاعهم الامتحان بيوخدوا الرخصة الرخصة هجب تمكنه يروح على صندوق التنمية وتشغيل يوخد قرد ويفتح مشروعه لان بصراحة المشاريع اللي كانت تمول من قبل الجهات الحكومية يعني ما كانت حقيقة نستثمر بالشكل المطلوب وبالتالي كان في عنا مشاكل في هذا الجانب اذا احنا لازم يكون في تكامل ما بين جميع الاطراف في سوق العمل سواء كان قطاع عام قطاع خاص مؤسسات تعليم عالي وسائل اعلام الاسرة حتى فعلا احنا نستثمر طاقات وامكانيات ابناءنا وبناتنا يعني عطوفة رئيس ديوان الخدمة المدنية سامحة ناصر شكرا على وجودك معنا اليوم في بيت للكل وسعيدين جدا بهذا الكلام وهذه النصائح اكدت من خلال حضرتك بانه هناك يجب ان يكون رسالة الامية واضحة تساهم في تشجيع وتوجيه الشباب كل الشكر وسعيدين مرة اخرى اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى ببقى سعيدة جدا لما نكون بنتكلم على التعليم وخاصة في المنطقة العربية كلما زاد عدد الجماعات وكلما كان عدد الجماعات مش بس في ازدياد ولكن ايضا في مراتب عليا وانه يكون فيه توقمة ما بين هذه الجماعات والجماعات العالمية اللي لها ايضا نقدر نقول رانكينج زي ما بيقول اوريت او يعني تصنيف عالمي معروف في مصر الحقيقة جامعة حديثة جدا من ضمن التوسعات والتطوير اللي موجود في وزارة التعليم العالي والجماعات المصرية جامعة الجلالة وجامعة الجلالة الحقيقة موجودة في خلينا نتعرف مع الرئيس الجامعة او القائم بجامعة الجلالة دكتور محمد الشناوي اللي حيطلعنا على مكان الجامعة وهوية الجامعة وشكل الجامعة وكمان نضيف الى الجامعات المصرية المعروفة على مستوى العالم العربي والعالم جامعة جديدة وهي جامعة الجلالة دكتور محمد الشناوي منورنا في بيت للكل اهلا وسهلا بحضرتك ومرسي جدا على استطافت حيكو اهلا وسهلا بالسادة المشاهدين يعني انا بجد سعيدة بحب جدا فكرة ان يكون عندنا جامعة جديدة اجيال جديدة بتطلع تعليم جديد بيدخل توقمة مع جامعات عالمية فكلمني اولا خلينا نقول لكل مشاهدي بيت للكل دولنا العربية علشان اكيد فيه يعني طلاب يعني في الدول دي انتهوا من السنوية العامة في الاردن وفلسطين وفي العراق خلينا وبقي دولنا العربية خلينا نقول لهم موقع جامعة الجلالة وما هي التخصصات هو فعلا حيك جامعة الجلالة دي كانت حل وفي خامة الرئيس كان قال انا هوريكو جامعة ما شفتوهاش قبل كده الحمد لله ان احنا بنفترض ان هذه هي جامعة الجلالة فعلا جامعة الجلالة انشأت بقرار الجمهوري 436 سنة 2020 وكانت حلم ان احنا يكون عندنا جامعة بالحجم ده وبالتخصصات دي جامعة الجلالة بتقع في مدينة الجلالة اللي هي على خليج السويس بقى خلي من ساعة من التجمع يعني في مصر وفيها كل التخصصات احنا عندنا 14 كلية ب37 برنامج احنا بس ما بنتكلمش على مباني فخمة وعلى انفرستركشور وبنية تحتية على اعلى مستوى وجامعة من الجيل الرابع ولكن كمان بنتكلم على برامج جديدة موجودة لما بصينا واحنا بنعملها كان قدامنا ثلاث حاجات اولا ايه احتياجات السوق المحلي والسوق الاقليمي كان مهم جدا ودولنا العربية ايه الحاجات اللي احنا لازم نخرج فيها الطلبة وايه التخصصات اللي احنا محتاجينه والسوق العالمي فلما بصينا على كده احنا عندنا 14 كلية من كليات طب هلاك طبيعي صيدلة طب اسنان علوم الطبيقية الصحية الى جانب القطاع الهندسي كله علوم الحاسب وكل اللي احنا شايفينه طبعا من التطور اللي بيحصل في العلوم الحاسب الفنون الميديا الارتس كل ده موجود في جامعة الجلالة بس كمان التخصصات في البرامج بقى البرامج دي كانت حاجة مهمة جدا فحيك هتلاقي عندنا البيج ديتا الارتفيشال انتاليجنس البيوتوتنولوجي الناوتوتنولوجي الميجاترونيكس حاجات دي كلها تخصصات ابتدينا نبقى محتاجينه عشان كده كان مهم جدا بالنسبانه ان هذه البرامج تكون بديه احنا ابتدينا من عشرين عشرين عندنا اكتر من 3000 طالق وزي ما حيك قلتي عملنا واحدة من الشراكات اللي كانت مهمة لنتكلم عليها مع جامعة اريزونا اللي هي نمرة واحد في الابتكار في الولايات المتحدة واحدة من احسن 130 جامعة على مستوى العالم ونمرة 2 على مستوى العالم في التنمية المستدامة التنمية العامة هذا العام اعتقد عندهم فرصة ذهبية بالذات هذا الجيل ان وجود الجامعات الجديدة اللي موجودة بتخصصات جديدة بايضا يعني تطوير وانها ايضا على التصال بجامعات العالمية هيخلي الناس تفكر في السوق العمل كمان الاول بشكل جديد فاذا هنا الحاصل على المجموع عنده فرصة مش بس يبص على زي ما بنقول قديما كلية القمة ولكن يبص ماذا يحتاج سوق العمل وحيلاقي التخصص في جامعة الجلالة ودي حقيقة وده اللي احنا عملناه في جامعة الجلالة كان مهم عندي جدا الطالب اللي انا هخرجه هخرجه ازاي كان لازم اربطه اولا بسوق العمل فمن day zero هو اول ما بيخش الجامعة بشوف ايه احتياجات سوق العمل وايه المهارات اللي انا لازم اناميها في الطالب بتاعي علشان كده حكا تلاقي مثلا طلبة الفنون على طول نازلين رايحين شرع المعز الطلبة بتوع العمارة في العاصمة الادارية الجديدة طلبة بتوع اللوجيستيكس رايحين يدرسوا في المكان المناسب ليهم الاعلام بيبقى جاي لنا كمان مش بس ان انا بنزمهم سوق العمل مين اللي بيدرس لهم انا عندي الاساتزة بتوعي اللي بيدرسوا اللي هم على اعلى مستوى اللي جايين من الجامعات المصرية في مصرين كانوا بيعملوا في الخارج ورجعوا لما لقوا هذه التجارب والفرصة الى جانب الدكاترة اللي جايين من كذا دولة لما اندي عندي 15 استاذ من جامعة هوروشيما بيدرسوا معي بقى لهم ثلاث بقى لهم سنتين الحاجة كمان المهمة ان انا يبقى عندي حاجة اسمها بروفيسوروف براكتس بمعنى انا بس لما بدرس في اعلام هشوف حد من المزعين المشهورين زي حضرتك ييجي ويدرس كمان يحكم المشاريع بتاعة الولاد كان لينا الشرف ان معالي وزير التعليم العالي دكتور ايمان عشور اللي لسه النهاردة اول يوم ليه طبعا تبريك له جميعا كان من ضمن الناس اللي بيحكموا عندنا في كلية العمارة فده يبين ازاي ان احنا مهتمين جدا بالحتة دي طبعا طيب انا انا هرجع السؤال كده لحضرتك واعتبر نفسي وليه اتأمر واقول طيب انا ليه ادخل ابني او بنتي جامعة الجلال يعني ليه ما دخلهاش مثلا جامعة من الجامعات عندنا اسماء كبيرة موجودة في مصر سواء الجامعات الاهلية يعني رسمية او الجامعات الخاصة ايه اللي خليني ابص واشوف جامعة الجلال اولا عدة اسباب البرامج المختلفة طريق التدريس لان انا عندي بالساعات المعتمدة البرامج المختلفة اللي انا بقدمها اللي مرتبطة بسوء العمل شاركتي مع جامعة اريزونا ميدياني ميزة انهما انا مش بس شريك في البرامج اللي بتاخد شهادة من الجلالة وشهادة من جامعة اريزونا لا انا اسمي Powered by Arizona State هو شريكي في البرامج شريكي في الماركتنج بتاعي الاستراتيجي بتاعتي طريقة التدريس تبادل مع الطلاب تبادل اعضاء هيئة التدريس جامعة الجلالة كمان دخلها في كونسورتيوم في حاليا 12 جامعة في خلال 4 سنين هيبقى الكنسورتيوم ده في اكتر من 50 جامعة على مستوى العالم تحالف في اكتر من مليون طالب اقدر اعمل كل التبادل الطلابي مبيني ومبين الجامعات على مستوى العالم طريقة التدريس كمان عندي الانتر اكتف لونين خلاص بقى مفيش اللي هو التدريس ان انا قاعد وحد بيدي المحاضرة لا بقى انتر اكتف لونين الى جانب طبعا الدراسة دلوقتي والولاد دلوقتي مش مجرد انك انت بتدريس لهم الانشطة اللي هتديها الكامبس شكله ايه اولا اللي هو خلينا نقول الجامعة نفسها ومعسكر الجامعة شكله بالظبط انا عندي كل الاجتماعات الحمدلله اه بقى لي سنتين لكن عندي ابطار رياضيين عندي رحلات طبعا بتعمل عندي اكتف لاندي حاجات ثقافية كل الحاجات دي بتطلع فعلا منتج ومخرج لسوق العمل هو ده اللي احنا محتاجينه بالظبط والجامعة قريبة من البحر بالنسبة للاخوة العرب هل متاح انه هما بينضموا لجامعة الجلالة؟ دايما مصر لما بتعمل حاجة ما بتنساش الاخوة العرب في كل مكان يعني دول من البيوريتيز بتاعي فاحنا فعلا اتكلمنا مع اقدارة الوافدين اللي موجودة في وزارة التعليم العالي واحنا بنرحب بيهم في اي وقت مصر حضرتك من واحدة من احسن عشرين مكان على مستوى العالم في استقطاب الطلبة الوافدين على مستوى العالم احنا عندنا اكتر الحمد لله من مئة الف طالب وافد موجودين في مصر وطبعا الوافد ده بيتعامل في مصر يعني زي المصريين بالسقط على انها بيته طبعا السعر قد ايه هولا حيك ان احنا بنتكلم في ربع المبلغ لو كان ولادنا المصريين او العرب سفروا برا وراحوا يدرسوا ده تقريبا عشرين في المية كمان مش خمسة عشرين في المية من المبلغ لو سفروا برا طيب انا دلوقتي طالب وخلصت يعني خدت سنوات التخصص تبقى للتخصص اللي هاخته هل اقدر اعمل الماسترز او الماجستير بتاعتي في اريزونا ده الخطوة طبعا ويبقى شاهدتي مش محتاج بقى ان انا اعمل معادلة ومحتاج اعمل كل الشهادات ما فيش اي معادلة انت حيك بتاخدي شهادة بالزبط اللي هتاخديها من جامعة اريزونا بتاخدي شهادة من اريزونا وشهادة من جامعة الجلالة يعني شهادتي النهائية بعد اربع سنوات او خمسة تبقى للتخصص هي عليها جامعة الجلالة واريزونا لا حيك بتاخدي شهادة اريزونا وتاخدي شهادة الجلالة معاك شهادتين لاتنين مع بعض لاتنين مع بعض نفس الشهادة لو حيث سفرتي أريزونا هتخذيها وشهادة الجلالة وطبعا شهادة الجلالة دي معترف بيها في المجلس الأعلى الجامعات وشهادة أريزونا دي معترف فيها في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أي لحظة حيث عايزة تنقلي من الجلالة تروحي أريزونا وتقدري عايزة تيجي من أريزونا تدريسي سمسر في الجلالة تقدري يعني لو طالب مصر يعيش في أمريكا في أريزونا يقدر يجي بلده ويكمل في الجامعة هنا طبعا موجود في جامعة الجلال لقد أنا أقول الحقيقة كمان كان عندي وفد من سفراء من أمريكا الجنوبية لما شافه الجامعة وشافه إحنا بنقدم إيه والبرامج وبالذات حاجة أريزونا دي قال لك الله طبعا أنا بدل مسافر ما أروح جامعة الجلال وفعلا إحنا في البروست دي إن احنا نشتغلها طبعا إنه هو يقعد ويبقى موجود في بلده دكتور محمد سؤال مهم جدا يعني بيطرحوا سوق العمل العالم تغير ومش بس في مصر أو في المنطقة العربية لكن كمان في العالم الناس بقيت بتبص على تخصصات بينها أو بيبصوا على سوق العمل شكله إيه فإذا التعليم المهني بيعود بشكل جديد وبيعود لرونقه وبيعود لقوته جامعة الجلالة إزاي بتدعم ده مع سوق العمل وإزاي بتقدر تقدم ده لطلبة لسه مش مقتنعين 100% بالتعليم المهن ده حاجة مهمة جدا والدولة مهتمية بيها وعلشان كده إحنا في جامعة الجلالة عندنا في كلية مخصوص اسمها العلوم التطبيقية الصحية وده تخصص من التخصصات اللي إحنا عندنا نقص فيه مش بس في مصر أو العالم العرب ولكن في العالم كله في بعض التخصصات اللي إحنا مركزين عليها في العلوم التطبيقية الصحية زي مثلا اللي بيشتغل مع الفني بتاع الأسنان الفني بتاع المعامل الفني بتاع الأشعر الخصصات دي مطلوبة جدا ووضحت جدا إحتماء يعني إحنا محتاجينها إزاي كتير جدا وقت الجائحة بتاعة الكوفيد فإحنا مهتمين جدا بتعلمهم وبنعلمهم وبنربطهم بسؤول العمل ده من ناحية جامعة الجلالة طب الدولة كمان عملت إيه؟ التخصص هنا اسمه إيه؟ يعني تعليم المهني هنا بقى هنا بقى بيتخرج فني فيه متخصص مثلا في الأشعر أو فني متخصص فيه طب الأسنان فني متخصص فيه المعامل ودي أربع سنين دراسة أربع سنين وبياخد البكالوريوس بتاعه بيبقى متعلم على يعني فعلا أحسن تعليم وإحنا محتاجين وإحنا محتاجين يعني أصل بتاع الأشعر ده شخص مهم جدا نيجي بقى عن ناحية تانية الدولة عملت إيه؟ الحمد لله إحنا من 2018 عملنا ثلاث جامعات تكنولوجية والسنة دي أضفنا سبع جامعات تكنولوجية يبقى عندي توتل أوف عشر جامعات تكنولوجية هيشتغلوا السنة دي بيشوفوا بقى إيه سوء العمل محتاجه وكل تخصص بنخرج فيه الهدف إن شاء الله نحن في الفترة اللي جاي بقى عندي السبع وعشرين جامعة تكنولوجية جامعة تكنولوجية في كل محافظة من المحافظة المصرية وتقدر إذن أبناء المحافظة في مهن المحافظة على طول يبقى شايف إنه في محافظته محتاج كذا فيدرس ده على طول بالضبط يعني محافظة دميات هتلاقي حكي الأساس طبعا بقى نركز عليه في الغرداء السياحة والصيد نيبقى نركز عليه في الأقصر السياحة وهكذا وبتدينا فعلا نشتغل والبرامج اللي موجودة دي بتتواكب مع الاحتجاجات بتاعة المحافظة بتاعتها دايما بحلم لما كنت بقرأ عن الفلبين دايما بحلم أن إحنا يبقى عندنا مشروع الممرضة زي الممرضة الفلبينية اللي معروفة على مستوى العالم بإن هي يعني من أشتر وأمهر الممرضات لأنهما اشتغلوا على هذا المشروع تفتكر إحنا في مصر ممكن يكون عندنا هذه المشاريع برضو لمهنيين ومحترفين وتبقى مصر بتصدر هذا المشروع للعالم هك أنت جيتي على مهنة أنا أقدرها جدا لأن أنا أستاذ جراحة أنا ممكن أعمل عملية بتاعتي وأسيب المريض بين اللي هيبص عليه هو التمريد عشان كده عندنا في جامعة الجلالة كلية التمريد دي من أهم الكليات اللي احنا مهتمين بها جدا من نحاول دلوقتي إن احنا الشراكة بتاعتنا بتاعة أريزونا إن الولاد عندنا في التمريد يتدربوا كمان تابع جامعة أريزونا ويرجعوننا متدربين في الجلالة وفي أريزونا وكل الخبرات دي ترجع إلى جانب إن احنا عندنا المستشفى الجامعي اللي موجودة أكتر من 600 سرير في أن أنا أطلع التمريد على أعلى مستوى وأدي هذه المهنة قدرها دي واحدة من الاهتمامات اللي احنا مهتمين بها لأن مهنة التمريد على مستوى العالم كله فيها فعلا نقص شديد والتدريب بتاعهم مهمة حقيقي في النهاية أعتقد إنه التعليم المهني مش بس محتاج الجامعة محتاج المجتمع اللي انت شايفه من المجتمع يعني لو انت عندك الجامعة عندك تخصصات عندك الدراسة لكن فاضل إن المجتمع كمان يمدي إيده مع الجماعات ده مهم جدا وإحنا بنقعد مع أولادنا وهم بيختاروا التخصص بتاعهم وهيشتغلوا إيه لازم نشوف احتياجات المجتمع وأنا هشتغل في إيه وإيه المهن اللي احنا فعلا محتاجينها وأي مهنة طالما بتؤدي الوظيفة بتاعتها لها كامل التقدير والاحترام مننا كلنا دكتور محمد الحقيقة أنا تشرفنا بحضرتك وتشرفنا بإنه عندنا جامعة مصرية يعني بهذه التخصصات وهذه العالمية مع جامعة عالمية زي أريزونا وإن شاء الله نتمنى إن احنا نبقى موجودين في حفلات تخرج كتيرة كبيت للكل وندعم ده كله بشكرك شكرا جزيلا وأكيد الناس النهاردة حيكونوا سعداء جدا بمشاهدهم من جامعة الجلالة دكتور محمد السناوي بشكر حضرتك شرفتنا في بيتل أنا اللي بشكر حضرتك على الاستضافة وطبعا في أي وقت تقدروا تشرفونا في جامعة الجلالة عشان تشوفوها على الأرض الواقع أكيد شكرا لحضرتك خلوني في هذه الحلقة نتناول هذا المحور المهم اللي يخص الشارع العربي أيضا مع الأستاذ بشار قاسم مدير قسم رقابة وتدقيق التعينان في مجلس الخدمة الاتحادي حياك الله أستاذ ومنورنا أهلا وسهلا حياك الله اليوم حقيقة عملية التوظيف عملية جدا مهمة كل شاب يطمح بأن بعد ما يتخرج يلقى له فرصة عمل نعم اليوم نشاهد عدد كبير من البطالة اللي موجودة حقيقة نعم بسبب عدم استيعاب المؤسسات الحكومية لأعداد الخريجين بتخصصات معينة وين الاشكالية اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لهذا الموضوع يعني احنا نعرف احنا ما ممكن يعني لاستيعاب عداد الهائلة من الخريجين من كل عام يعني تستيعاب كافة المؤسسات الحكومية لهذا العدد بالتالي يعني الحل الأمثل يعني للتعينات أو لحل مشكلة البطالة هي يكون تفعيل القطاع الخاص والاستثمار في القطاع الخاص وكذلك فتح المعامل والمصانع المعطلة في البلد يعني هذا يستوعب كميالة جدا كبيرة من الخريجين اليوم نتحدث عن بأن دائما الخريج الإعدادية يذهب للكليات والجامعات يبحث عن المجالات الطبية مجال القانون الصيدلة وكل هذه الأمور سعيا من عنده يقول لك بأن أنا بعد ما أتخرج راح ألقى فرصة عمل بأن هناك تعيين مركزي فقط لهذه التخصصات بالعراق هل العراق بحاجة فقط إلى الطبيب والمهندس والمحامي وهناك تخصصات أخرى غير مهمة بالعراق في الواقع الحال العراق لا بحاجة إلى كل التخصصات لكن إقبال الخريجين أو الطلاب يعني إلى كليات الطب أو المعاهد الطبية وذلك يعود إلى التعيين المركزي اللي إنشأتها الدولة بقانون رقم 6 لسنة 2000 المعدل فالطالب يقول لك أنا أضمن تعييني فأدخل معه الطبي أو أحاول أحصل كلية صيدلة أو كلية طب أو أي كلية مشمولة بهذا القانون في سبيل التعيين فلذلك تشوف زخم عالي جدا على إقبال على هذه التخصصات من دون الأخرى اليوم السوق العراقي محتاج لشنو من التخصصات اليوم نشاهد بأن السوق ما تواكب عدد الخريجين الموجودين بالإضافة إلى بعض التخصصات يعتبرها سوق العمل بالعراق غير مهمة بالنسبة إلى أو ما محتاجه ويغيب التخطيط في بعض الأحيان في خلق استراتيجية مهمة كتكون استراتيجيات تحاول بين إنقاذ سوق العمل الموجود بالعراق وأيضا القضاء على قضية البطالة فيما يخص التخطيط لهذه المهمة التخطيط من وزارة التخطيط بالتالي مفروض أنه توضع خطة استنادن إلى سوق العمل مع وزارة التعليم لوضع التخصصات العلمية المطلوب لها وبالتالي يتم التنسيق مع وزارة التخطيط مع المالية ومجلس الخدمة الاتحادي لوضع احتياجات وظيفية مناسبة لكل كافة التخصصات التي تطلبها الدولة اليوم الذي تابعنا من خلال هذا البرنامج ومن الخريجين يتابع بأن دور مجلس الخدمة الاتحادي اليوم ماذا يقدم لخريجين العراق اليوم وأين تكمن مهامكم حقيقة هل هناك تعاون بينكم بين وزارة التخطيط بين وزارة العمل والشئول الاجتماعية أكو تعاون مع وزارة التخطيط مع وزارة العمل والشئول الاجتماعية مع وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة يعني هاي أغلب الوزارات الأساسية اللي احنا نتعاون معهم أما دور المجلس في إدارة هذا الملف هو أهم شيء نحن تدري أن تآلاف الخرجين الموجودين من خلال برنامج التوظيف الإلكتروني الخاص في المجلس يساعد على انتقاء أفضل الخرجين لمؤسسات الدولة من خلال درجات التفاظلية التي بها هواي معايير من ضمنها الكفاءة والخبرة الدورات إذا عندها برات اختراع إلى آخره اليوم نسأل شلون ممكن بأن العراق يتجاوز قضية جدا مهمة الكل يبحث عن التعيين الحكومي الكل يبحث عن التعيين في مؤسسات الدولة الرسمية لضمان حقه وحق عائلته ويقول لك أنا أحصل على تقاعد وظيفي بعد ما أخدم عشر سنوات أو ثلاثين سنة أو أربعين سنة كل هذه الأمور من حقي يطالب بها لكن أين اليوم دور القطاع الخاص وتوفير بيئة آمنة لكل من يقدم على القطاع الخاص والعمل في الشركات الأهلية والمصانع بالنسبة للقطاع الخاص والشركات الأهلية يفترض أنه تخذع لقانون الضمان الاجتماعي الذي بدوره يحفظ حقوق العامل في حال ترك الوظيفة أو في حال تقاعده ويصرف إلى معاش ما بعده ترك الوظيفة حال حال الدول الخارج نحن مفاعل عندنا اليوم قضية دعم القطاع الخاص بالعراق تشوفها ملائم؟ حاليا ليس بالشيء المطلوب أكو شكاليات يعني بصفة أو بخرة بس نطمح للأفضل إن شاء الله إذا تسأل سوق العمل العراقي شنو يحتاج من تخصصات اليوم؟ يعني لا يوجد شيء معين بس كافة التخصصات مطلوبة حقيقة كافة التخصصات أي نعم نحن من خلال عملنا بنجلس الخدمة العامل الاتحادي يعني تجينا تخصصات غير متوقعة يعني تخصصات حتى أكو تخصصات نادرة وما مذكورة حتى بالاحتياجات الوظيفية لكن نحن نسحب هذا المجال ونحاول نشمل كافة الاحتياجات ومؤسسات الدولة لهذه التخصصات التي نادرة أو قليلة هل هناك تشابه بين سوق العمل في العراق سوق العمل في مصر سوق العمل في الأردن أو فلسطين نفس تطلعات الشباب ونفس سوق العمل والاحتياجات للتخصصات نفسها متشابهة لو أكو اختلاف اليوم التشابه يمكن بالأساسيات بالأساسيات التفاصيل الأخرى أعتقد تكون مختلفة بين بلد وآخر حسب طبيعة البلد والقوانين التي تحكمها والتعريمات ما هي المعوقات التي تواجه مجلس الخدمة اليوم معوقات في تسهيل وتذليل الصعاب أمام عدد الخريجين وهذه الأعداد مليونية حقيقية في كل جامعات العراقية فيما يخص موضوع التعينات أهم ركنين أساسيا بالموضوع التعيين هو توفير الدرجة الوظيفية والتخصيص المالي وهذا شيء أكيد يكون عدد محدود الذي يستحدث من قبل وزارة المالية لكل مؤسسة وبالتالي هذا العدد هو الذي يحدد عداد المتعينين لكل مؤسسة مثلا على سبيل المثال المؤسسين يعني عندها درجات وظيفية الأفرط فيدمي الدرجة وظيفية فبالتالي حتى لو كانوا يقدمون ألف فهموا يتعينون هم هذول المية فقط حملة الشهادات شفناهم أكثر من مرة أيضا يطالبون بحقوقهم حملة الشهادات العليا واليوم أيضا من شاهد مثلا عندنا مراكز بحوث كبيرة أماكن لتوظيفهم وأيضا يطالبون بحقوق ضمن هذا ثقل آخر يقع على قضية التعينات في المؤسسات الحكومية والقطع الخاص لخريجين الشهادات العليا فيما خصتها الشهادات العليا كثير عندنا من الخريجين أصحاب الشهادات العليا وعندنا قانون سن تشريع 59 لسنة 2017 هذا القانون متضمن تعيين 15% نسبة 15% من التعيينات لكل مؤسسات الدولة فبالتالي هذا الشيء عملنا به بالـ 21 من عين العلوميين ذوي المهنة الطبية والصحية الساندة ضمن العدد كان ضمن العدد الكلي نسبة 15% وكذلك التعيينات التي أجرت على ديوانة رقابة مالية وبيت الحكمة أيضا هم حملناهم نسبة 15% حملته شهادات وهكذا كل ما ترد إلينا درجات من مؤسسات الدولة يتم تضمين 15% لحملة الشهادات العلوميين أستاذ بشار هذا الـ 15% اليوم ممكن نتسائل نقول هذا الـ 15% هل تواكب تطلعات الشباب ونحن على نهاية عام 2022 هذا النسبة كافية وعدد الخريجين في تزايد بما أنه عندنا جامعات كليات الأهلية بالإضافة إلى جامعات الحكومية نحن سبق ونحشلنا قبل شوي فيما يخص قلنا مؤسسات الدولة لا يمكن تستوعب عدد الهائل من الخريجين سواء شهادات العليا أو دراسات الأولية أو المعاهد بالتالي ضروري جدا تفعيل دور القطاع الخاص والاستثمار في هذه الشركات لاستيعاب الخبرات من ضمن شهادات العليا والخريجين الأوائل نتساءل اليوم كيف ممكن أن ننهض بسوق العمل العراقي شنو اللي نحتاجه من أدوات مهمة كيف نحتاج تعاون الوزارات فيما بينها حتى نحقق سوق عمل مثالي وإيجابي بالنسبة للسوق العراقي هذا الموضوع يعتمد على التخطيط حقيقة تخطيط أي هم شي يعني وزارة التخطيط يسوي دراسة للموضوع من ثم عرضة على وزارة العمل ووزارة التعليم العالي لغرض وضع حلول مناسبة للتخصصات العلمية وطلب الحاجة لهكذا تخصصات ما قدم مجلس الخدمة الاتحادي خطط خاصة به لمخاطبة وزارة التخطيط ومثلا وزارة العمل والسؤول الاجتماعية لتدليل هذه الصعابة اللي دائما نواجه منها في سوق العمل العراقي حتى تكون استراتيجية مهمة وأيضا تعاون المشكلة نعم نحن عدنا قمنا بهذا الشي بعام 21 وكذلك هذه السنة مخاطبات وعدنا خطط مدروسة لاستيعاب أغلب الاحتياجات المختلفة لمؤسسات الدولة في سبيل يعني تعيين أكثر فئة مختلفة من الخرجين الكليات وشهادات الأولياء أستاذ بشار قاسم مدير قسم رقابة وتدقيق التعيينات في مجلس الخدمة الاتحاد نورتنا في برنامج نبيت للكل إن شاء الله توفيق لكم في مهامكم القادمة أجمعين إن شاء الله أنا أشكر إذن مشاهدين مثل ما تابعنا حقيقة نحتاج لكثير من العمل من أجل خدمة الشباب العراقي وتطلعاتهم وطموحهم بما أنه كان اليوم نتحدث عن السوق العراقي واحتياجاتها وأيضا نحتاج وزارة التخطيط العراقية بتقديم خطط حقيقية لمساندة ومساعدة طلبتنا وخريجينا من كلياتنا العراقية وإيجاد التخصصات الحقيقية حتى يقدر الطالب بعد ما يتخرج من كليته يلقى له فرصة عمل وأيضا دعم القطاع الخاص اللي هو يعتبر من أهم القطاعات في كل بلدان العالم مو فقط يعتمد على القطاعات الحكومية اللي دائما نشاهد الشاب طموحه بأن يتوظف بالوظيفة الحكومية حتى يضمن مستقبله ومستقبل عائلته في هذا المجال يجب دعم القطاع الخاص بشكل كبير وإعادة عمل المصانع والمعامل والشركات الأهلية بدعم وتأمين كافة متطلبات الموظف اللي يتوظف في القطاع الخاص وهذه عودة إلى زملائي أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه الفقرة الخاصة من برنامج بيت للكل التي نتحدث فيها حول الخرجين من الثانوية العامة من فلسطين ومن العالم العربي بشكل عام ما بين رغباتهم وطموحهم واحتياجات السوق وسط تضخم كبير في أعداد العاطلين العمل من الخرجين من الثانوية العامة للحديث حول هذا الموضوع وأكثر يسعدنا أن نستضيف الدكتور محمد بشارات الخبير والمختص في تنمية البشرية أهلا ومرحبا بك دكتور نتحدث حول نسبة بطالة عالية في المجتمع الفلسطيني وأيضا تتقارب إليها نسب البطالة من خرجي الثانوية العامة في المجتمع العربي أيضا المختصين في المجال لأن يستحدثوا بعض المناهج وبعض التخصصات لتلبية هذا الكم الهائل من البطالة رأيكم فيما تم استحداثه في الجامعات من أجل حل هذه المشكلة هو لا شك أن موضوع الثانوية العامة أكبر تحدي في عالمنا العربي وفلسطين لأنه بالنهاية سوق العمل احتياجاته دائما تزداد وأعتقد العامين المنصرمين وأزمة كورونا ولدت أمام الجامعات ابتداءا وأمام الحكومات إيجاد تخصصات تواكب الحداثة وتواكب المعاصرة وخصوصا كما تفضلت موضوع البطالة البطالة هي أكبر عائق في عالمنا العربي ممكن فلسطين وضعنا إحنا فيه أكثر خصوصية لكن من أهم التحديات كيف يمكننا اليوم أن نواجه تلك البطالة بحيث أن نحول الطالب الثاني من العامة من طالب يبحث عن مظيفة إلى طالب منتج وهذه قضية لها علاقة في التحدي لذلك كان هناك التوجه بين التخصصات المهنية أو التخصصات الصناعية وإحنا نعرف في الأوروبا كنموذج لو أخذناها هي دائما أكثر من 45% من طلاب الثاني العام لديها يتم توجههم إلى القطاعات البيانية المتخصصة ولذلك نكون عندهم الإنتاجية أعلى التصنيع عندهم أفضل إذا ننقيس نمتج على ذلك وهذا أكبر تحدي أمامنا تحدي الأول القضاء على البطالة القضاء على طوابير الوظائف الكثيرة وخصوصا في تخصصات أعتقد أن يحتاج إلى أن نسكرها إحنا ليس بحاجة لإلها اليوم إحنا بحاجة لهم تخصصات حديثة ما ننسى موضوع الرقماني والتكنولوجيا التي تفرضت ذاتها على أنفسنا واليوم العالم كمان يتوجه نحو هذه التكنولوجيا الحديثة في تسخيرها لمنهج الطلاب هذه التحديات كلها ولدت أمام الطالب ابتداء أمام الحكومات أمام الجامعات أمام المدارس اللي أنه في النهاية هو واضعة المنهج أنه كيف يمكننا أن نوجه الطالب نحو التخصص الأمثل لأنه هذا مساره المهني نعرف هذا مستقبله لأنه بالنهاية إحنا مش طالب اليوم أنت راح تتحول لأنه شخص منتج في مجتمعك شخص تبحث عن راتب أفضل لدخل أحسن معيشة أفضل وبدك كمان تخصصك يواكب ذلك سوق العمل ممكن اليوم إنه بتطلع شوي بأوروبا إنه بتتخرج الطالب يجد وظيفته إحنا في الغالب يتخرج الطالب يعني يجد الأبواب مغلقة أمامه ليس هناك وظائف أو تخصص بيندم إنه درسه هون هذا بخلينا اليوم إحنا كمختصين نقول نحتاج اليوم أن نقدم حداثة معاصرة مواكبة ونحتاج كمان إنه نوجه طلاب لأنه كمان الطالب هو صاحب القرار إنت ممكن في النهاية تقول له هذا هو المسار لكن صاحب القرار الأول واخير الطالب وهون مضمون فهم الطالب كيف يمكن أن أخذ القرار في مسار المهني الوظيفة وما أنسى نقطة مهمة جدا قضية الثقافة المجتمعية إحنا دائما ثقافتنا المجتمعية بتعرف بأنه فيه بريستيج في المجتمع والله ابني دكتور يعني مثلا من باب النكتة إحنا 12 أخ واختي في الوالد الله يرحمه كان دائما يقول ابني دكتور محمد ولو ما في عندك حدا عاش يعني إحنا بمجتمعنا منركز دائما على هذه البرستيج منركز على هذا الشيء الإشي اللي العلاقة دكتور أو مهندس أو كما تفضلت محاملة اليوم قد يكون الأعامل أو الصناعي أو لدارس تخصصات أخرى هو أكثر عملا ووظيفة وإنتاجية يعني لما يكون في حديث عن أنه طب هندسة صيدلة محامة يعني هاي هي التخصصات اللي بتجذب الأهل أحيانا قبل ما بتجذب الطلاب صحيح طب كيف ممكن إحنا نحفز هؤلاء الطلبة حتى يكونوا أقرب لتخصصات أخرى مهنية فندقية وما إلى ذلك شوف أنا دائما بكل اللقاءات والتدريبات مع الطلاب أسألهم السؤال الأول ما هو الدخل الذي تبحث عنه أنا بسألش ما هو التخصص يعني أنت اليوم بعد نتخرج شو الدخل اللي انت بتبحث عنه وهاي بتثير عنده حالة يعني صدمة لأ أنا بحب التخصص يا أخي الحب حلو الحب بس مش مهم الحب الآن شو الدخل اللي انت اللي بتدور عليه بعد خمسة سنين من تخرجك هل هذا الدخل اللي انت بتدور عليه ممكن يعمل لك كفاءة يعمل لك بيت يعمل لك سيارة يعني هون إثارة الطالب أولا إذن هو الدخل الموضوع المادي موضوع مهم لأنه بنهاي هون بصير نوجه الطالب رقم تنين حقيقة كمان البعد الاجتماعي لذلك أنا دائما بقول للطالب أهم ثلاث استراتيجيات في اختيار أي تخصص رغبة قدرة وفرصة وهذه مهمة جدا نحطها براسنا حلو أن يكون عندك رغبة اتجاه هذا التخصص وهذا شيء مهم حلوك جدا يكون عندك قدرة اتجاه هذا التخصص والأهم الفرصة لأنه مرات بيكون في رغبة وفي قدرة بس ما فيش فرصة لو أنا بدأ أطلع على خرجين الطب في بعض المجتمعات في بعض المواقق قد يكون زائد عن الحد اللي بدنا في بعض الأحيان أو كمان قطاعات الهندسة وليس كل الهندسة ممكن في فلسطينة الهندسة المعمرية أو المدنية قد تكون في عندها زيادة وهذا ما تقوله دائما النقابات مش هانيك دائما نحن وسط طلابنا ابحث عن هذا التخصص اسأل أهل الاختصاص اسأل ناس يعملون في هذا التخصص اسأل ما هو المردود المادي الذي يقعد لديك من هذا التخصص هيك بنصير نجدة بالطالب لأنه في النهاية كل حدا فينا بيدور على تخصص جامعي لمكانة اجتماعية مكانة اجتماعية علشان تعمل لك دخل علاقة أفضل توسع وقدرة على حياة كريمة إذا أنا بفكر بهذه الطريقة المنطقية الواقعية بكون الطالب حقيقة توجه توجه منطقي وواقعي وقادر على أنه يختار تخصص يواكب لذلك أنا دام بتطلع وين التخصص اللي فيه قدرة عندك وين التخصص اللي انت حابه وين التخصص اللي له فرصة عمل في الواقع وشانيك اليوم بدي أطلع بهذه الاستراتيجية ممكن أكون صدقاً اختر التخصص يتناسب معي قد يكون على فكرة مش ضمن رغبتي ولكن ضمن قدرتي بس اها مش له فرصة فممكن الرغبة تنزل شوي إذا كان فيه قدرة وكان فيه فرصة لأن فرصة هي الأهم بالنسبة لإلنا حتى نقدر نوجه طلابنا إلى التخصصات الأنفع وكمان تنساش نحتاج أن يكون طلابنا منتجين لوطنهم منتجين في بلادهم ومش موظفين موظفي كويس بس أنا بدي أكبر منتج لأن إنتاجيتنا وخصوصاً ما تقوله كثير من الدرسات أن المشاريع الصغيرة والريادية التي يقودها طلابنا هي الأجدر والأنفع وهذا ما نطلع عليه اليوم في العالم كل الشركات العالمية بتطلع على الريادة الريادة هي بجوز إحنا كمجتمع فلسطينة وحتى المجتمعات العربية هي أحد الأهداف الرئيسية والاستراتيجية لازم نركز عليها طيب يعني كيف يتم تحديد احتياجات السوق هل هناك إرشاد للأهالي يعني حتى لا يكون هذا الانطباع والنمط السلوك النمطي للأهل بأنه يجب أن يكون أحد التخصصات التالية واحد اثنين ثلاثة يعني طبيعة تحديد احتياجات السوق دور الشركات في جذب الطلاب وتوعيتهم أنه في مجال فعلا وفي فرصة لا لهم أنه ميحققوا نفسهم هذا السؤال بصراحة مهم ومهم جدا ولعله كمان برنامجكم مشكورين جدا كما الأهم لأن التوعية هي بتلعب دور كتير كبير في توجيه الناس وتحديد الاحتياج الحقيقي اتداءا صحيح اليوم الشركات والنقابات والمؤسسات ذات الشأن والمتخصصة لازم تعمل دراسات وتقدم أرقام لازم الجامعات كمان تكون شريكة وبالإضافة للحكومات لأنه بالنهاية احنا ما بزبط نظل عندنا سوق العمل متروك أو احنا نسميه متروك فوضى لا ما بمشي لأنه بالنهاية إذا أنا كحكومة تركت هذا المجال سيكون عندي تكديس لخريجين وعدد كبير جدا مما يعني أنه في بطالة مما يعني أنه في جريمة مما يعني كثير قضايا احنا لو طلعنا المسلك بصير في خطر لذلك المجتمع الراشد أو المجتمع والحكومة الراشد اللي بتفكر دائما كيف نحدد احتياجات السوق من خلال النقابات المؤسسات من خلال التجمعات من خلال كمان احتياجات السوق أذكر والأنسة وهذه النقطة ممكن نثيرها لما سأل أحد أكبر رؤساء تنفيذين في شركة عالمية زي شركة كبيرة في أمريكا من دون ذكرها حتى لا تكون دعايا لها فلما سألوا لماذا تذهب إلى العمالة الفلانية في الدولة الفلانية كان جوابه الدقيق لأنهم يواكبون بين الاحتياج وبين المهارة وبين الطالب بمعنى آخر أنه بولد عنده قدرة تتواكب له احتياج السوق فأنا ببحث عنه اليوم احنا اليوم الشركات العالمية ايش بتدور؟ بدور على فرصة فبدور وين المهارات الأعلى؟ على فكرة سوق فلسطين سوق مستهدف خصوصا في قطاع الهندسة التكنولوجيا وهندسة الحاسوم والشركات العالمية بتطلع على هذا المنطقة ليه؟ لأنه في عندهم إبداع وفي تميز وإحنا نعرف كثير من قصص النجاح اللي بتوجه لإلها لذلك احنا مش نقول كم لدينا من قدرات طلابنا فيه توجيههم نحو التكنولوجيا الـ IT بتفاصيلها الذكاء الصناعي بأنواعه الهندسة الصناعية وكل تفاصيل الهندسة التكنولوجية إذا إحنا اشتغلنا صح إذن إحنا نقدر نقول السوق يحتاج ولازم يقول السوق العالمي وأبارات بعيد كورونا قالت لنا نحن ليس لدينا فقط انعزال نحن مع العالم لأنه إحنا صح بجزء قبل سنوات طويلة كان بالذكر كان اللي بسموها بتعمل دراسة تخصص معين بتروح بتدرس أو بتشتريف قطاع في سوق الخليج سوق العربي كان مفتوح للفلسطينيين اليوم اليوم أنا بقول لك أن السوق العالم مفتوح لفلسطين أو حتى مفتوح للعالم العربي لأن الشركات بطلت تفكر بشركات محدودة الحدود اليوم بلا حدود هذه الشركات بليمني وأصبح اليوم تخصصك لازم يواكب هذا الأمر فإذا أنا مش بس بدرس احتياج السوق الفلسطيني أو السوق العربي فقط لا السوق العالمي عشان أفكر ما هي التخصصات الأجدر الأنفع واللي لها مستقبل من هون نبدأ نعمل دراسة صحيحة في شراكة حقيقية بين الجامعات بين المؤسسات ومنوصل لنتاج ما تكون أفضل توجه نحو التخصصات الصناعية المهنية في فلسطين هل فلسطين يعني بحاجة لهذه التخصصات أم أنه طغى الجانب الشق الهندسي وشقة الـ IT مثل ما تفضلت يعني كيف ممكن المواكبة ما بين هذول الشقات؟ نحن نقول بحاجة وجداً هاي مهمة كلمة جداً لأنه مش بحاجة لأنه في فلسطين نرجع مرة تانية إحنا لو نطلع على عدد الطلاب الثانوية العامة المتقدمين الناجحين أرقام كبيرة جداً وأرقام مش سهلة وحتى جامعاتنا لوحدة لا تكفي هاي الأرقام بصراحة لذلك تطلع طالب يسافر على العالم العربي أو حتى بره عشان يحصل على هذا التخصص إحنا بحاجة اليوم عشان نطلع بكل مصداقية بحاجة لتخصصات عالمية وبنفس الوقت محلية بحاجة لتخصصات تراعي الاحتياج السوق الحقيقي وتراعي التكنولوجيا لأنه لا يمكن فصل الطب أو الهندسة أو حتى المحامة عن التكنولوجيا ولذلك اليوم مسؤولية الجامعات مسؤولية كبيرة جداً وإحنا بخلال علاقاتنا في الجامعات مع زملائنا في كثير من التخصصات في اليوم بنسميها إعادة إعادة صياغة التخصص مرة أخرى إعادة برمجة التخصص مرة أخرى إعادة ترخيص التخصص حتى الجامعة العالمية بتطلب وتفرض عليك إنه اليوم تخصصك ما بنفعل اليوم أنت تكون محامي بلا أن تكون تكنولوجيا لديك في معايير جديدة عم بتكون موجودة فلذلك هون هون المواكبة والمحاصرة والمهنية هي الأفضل والمهنية هي أعليش لأنه أنت اليوم بتلاقي في وظيفة أسرع بتلاقي أنك أنت بتقدر تعمل مشروعك الخاص لإلك أنت مش بحاجة اليوم تقف في طابور الانتظار لأنه أنت ممكن تتخرج مش فستتخرج اليوم في حتى بعض التخصصات بتنظر تعمل سميها النمذجة أو المواكبة أنك أنت بتدرس وتشغل نفس الوقت تصنع وظيفتك بإيلا طيب نصيحتك للطلب الفلسطينيين والعرب الآن مقبلين على الدخول للجامعة أهم خمس تخصصات عالمية تحتاجها وطننا العربي ابتداءا وفلسطين وبنحتاجها بشكل كبير رقم واحد تخصص الهندسة الحاسوب بكل أنواعه اليوم العالم يبحث عن التكنولوجيا وهذه نقطة الرئيسية نحطها في بالنا المحاسبة بكل تفاصيلها اليوم المحاسبة والعلاقة في الضريبة والعلاقة في تواصيلها المحامة وتحديدا قوانين الدولية فلسطينيا نحن نعرف أنه في ظروفنا نحتاج إلى أهل اختصاص ما زلنا نستعين بمحامين عالميين وخارجيين لكن نحن بقدر أقول لك كوادرنا الفلسطينية إذا أهلت ستكون قادرة وبشكل كبير الخدمات الطبية وهذه جدا المهم خصوصا خدمات الطبية مش فقط الطب لأنه في قطاع الخدمات الطبية العيون ويتعلق به الخدمات التكنولوجية الطبية هندسة الأجهزة الطبية وتفاصيلها ونحن نحكي عن احتياج أهم شيء القطاع المهني اللي هي المهني بمعنى آخر أنه مش ضروري اليوم تدرس الأربعة سنين والخمسة سنين والستة سنين لا تدرس الدبلوم والدبلوم المتخصص في موضوع السوشيال ميديا التكنولوجيا التفاصيل البسيطة ما تركز دائما على الخمسة سنين مش بحاجة اليوم تضيع عمرك على فكرة هذه نصيحة للطلاب مش مطلوب منك تضيع عمرك خمسة سنين لتخصص فيك تجيبه بسنتين اعمل السنتين هذا التخصص المهني اللي بيجيب لك العائد المادي وكمان البعد الاجتماعي ما انت في النهاية خريج ودبلوم وجامعي في النهاية والأهم انك انت شخص تنتج في بلدك وما بتوقف بالطابور شكرا جزيلا دكتور محمد بشارات على هذه المعلومات التي نحن بحاجة لنكفر مساحة أكبر من الوقت لها في برنامج بيت للكل شكرا لك الخبير في تنمية البشرية وأيضا شكر موصول لأسادة المشاهدين وعلى أمل اللقاء مجددا في القريب العاجل إلى اللقاء